بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ردا على شبهة الذين قالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم عدل عن الصدق وغير منهجه بعد هجرته إلى المدينة المباركة رضوان الله عليه وصلوات الله عليه صلى الله عليه وسلم قالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم عدل عن الصدق وغير منهجه وسياسته في المدينة فصارت سياسة دموية فيها من العنف والقوة والشدة ما لم تكن في مكة التي كان يدعو فيها باللين والرأفة والرحمة وما كان فيها منهج العنف والقتال وغير ذلك وأخذوا هذه الشبهة على الإسلام والمسلمين نقول ردا على هؤلاء أنهم ما أنصفوا وما قالوا الحق بل هم الكاذبون وعليهم من الله ما يستحقون من لعنات لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما ثبت عليه قبل الهجرة ولا بعدها ولا قبل البعثة ولا بعدها أنه كان غير صادق بل كان الصادق الأمين بشهادة غير المسلمين عليه صلوات ربه وسلام عليه فكما ثبت في الأثر وفي الأحاديث النبوية الشريفة المباركة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان صادقا أمينا بين قومه وهو الذي لما صعد على جبل الصفى ونادى يا بني عبد مناف يا بني عبد شمس يا بني هاشم وأخذ يعدد بطون العربي وقبائلها فجمعوا أو تجمعوا عليه صلى الله عليه وسلم فقال أفرأيتم إن قلت لكم أن خيلا بهذا الوادي تريد بكم شر يعني فيه جيش جايلكم خلف هذا الجبل أو خلف هذا الوادي يريدون بكم السوء هل أنتم مصدقي هل أنتم تصدقونني في هذا القول فقالوا اللهم نعم لماذا لأننا ما جربنا عليك كذبا قط أي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان صادقا في قوله وفعله وحركاته وسكناته صلى الله عليه وسلم الذي أدبه ربه سبحانه وتعالى وعلمه فهنا نقول أن النبي صلى الله عليه وسلم كان صادقا وما عدل عن الصدق بعد هجرته إلى المدينة المنورة وإنما كانت سياسة الأمور أن الله جل وعلا أباح له القتال وأن الله تبارك وتعالى طلب منه أن يعد العدة وذلك لأن القفار كانوا يعدون له وكانوا يريدون به المقر والسوء وكانوا يقودون له بالمرصاد فأراد الله جل وعلا أن يكون للإسلام قوة وعزة حتى يدافعوا عن أنفسهم وليس الدفاع عن نفسه تغيير سياسة لأنه من حق الإنسان المشروع له أن يدافع عن نفسه بكل قوة أوتي بها من الله تبارك وتعالى أما عن صدقه فلقد كان من طباع العرب جميعهم أنهم لا يكذبون يعني كان من طباعهم أصلا العرب وهم على الكفر كانوا لا يكذبون في كلامهم وهذا ثابت من كلام سيدنا أبو سفيان بن حرب لما سأله هراق العظيم الروم وقال له عن هذا النبي الذي أرسل فيهم هل له هو من أصل ونسب هل هو فيه جرب فيه كذب قال ما جربنا عليه الكذب وهو الصادق الأمين بيننا وهو من أصل شريف ومن نسب وفيه كذا وكذا وكذا ثم لما خرج مع أصحابه قال والله يعني كنت نويت أن أكذب ولكنني خشيت أن تعيرني العرب بأن أكون كذبة فمن طباع الأمور أصلا أن هؤلاء كانوا لا يكذبون فما بالنا بسيد الأولين والآخرين محمد صلى الله عليه وسلم الذي رباه وأدبه ربه وهو القائل آية المنافق ثلاث إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا أت من خان فكان صادقا أمينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته